السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الحادي عشر آداب وإنسانيات الوحدة الثانية الدرس الرابع بعنوان تحويلات الدوال الأسية الجزء الثالث سوف نتعلم في هذا الفيديو مقارنة خصائص دهلتين أسيتين ممثلتين بطريقتين مختلفتين مثل الجداول والتمثيلات البيانية لنبدأ بمناقشة مثال 3 صفحة A3 عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك شكرا لك على المحاولة لنناقش الآن المثال معا إذن المطلوب المقارنة بين خصائص الدالة G وخصائص الدالة G وكلتا الدالتين تمثل إزاحة للدالة F دعونا في الطوة الأولى أن نقارن بين الدالة F والدالة G من خلال الجدول ماذا تلاحظ في الجدول؟ أحسنتم نلاحظ في الجدول وجود ثلاث أعمدة العامود الأول يمثل قيم X والعامود الثاني يمثل قيم الدالة F وهي 2 to the power X والعامود الثالث يمثل قيم G وكل من العامودين يوضح القيم المناظرة لنفس قيم X كيف يمكنك المقارنة بين المقطعين Y أي المقطع Y للدالة F والمقطع Y للدالة G المقطع Y هو قيمة Y عندما X equal 0 إذن من خلال الجدول نلاحظ أن عندما X equal 0 F of 0 1 وقيمة G of 0 3 أي أن المقطع Y للدالة F يساوي 1 والمقطع Y للدالة G يساوي 3 لاحظ أن المقطع Y للدالة G وهو 3 أكبر من المقطع Y للدالة F وهو 1 بمقدار وحدتين كيف يمكنك المقارنة بين قيم Y المناظرة لنفس قيم X لاحظ عندما X equal negative 2 فإن قيمة Y للدالة F هي 0.25 وقيمة Y للدالة G هي 2.25 لاحظ أن قيمة Y للدالة G أكبر من قيمة Y للدالة F بمقدار وحدتين كذلك عند X negative 1 فإن 0.5 plus 2 تساوي 2.5 كذلك قيمة Y للدالة G 3 أكبر من قيمة Y للدالة F بمقدار وحدتين كذلك عند X equals 1 فإن 2 plus 2 equals 4 وعند X equals 2 4 plus 2 equals 6 إذن قيم Y في الدالة G أكبر بوحدتين من قيم Y المناظرة لها بالدالة F ما معادلة خط التقارب للدالة F؟ درسنا سابقا أن معادلة خط التقارب للدالة F هي Y تساوي 0 كيف تجد معادلة خط التقارب للدالة G؟ رائع بما أن خط التقارب للدالة F هو Y equals 0 وبما أن قيم Y في الدالة G أكبر من قيم Y في الدالة F بمقدار وحدتين فإن خط التقارب للدالة G أعلى بوحدتين من خط التقارب للدالة F لذلك سيكون خط التقارب للدالة G هو Y يساوي 2 ما العلاقة بين خط التقارب والمدى؟ درسنا سابقا بأن المدى هو قيم Y للدالة وتكون أكبر من خط التقارب ما مدى الدالة G؟ عرفنا أن المدى هو قيم Y والتي تكون أكبر من خط التقارب وعرفنا أن خط التقارب للدالة G هو Y تساوي 2 بالتالي سيكون المدى أكبر من 2 إذن المدى للدالة G Y أكبر من 2 ما هو وجه المقارنة بين مدى الدالة G ومدى الدالة F؟ بما أن قيم Y في الدالة G أكبر بوحدتين من قيم Y في الدالة F المناظرة لنفس قيم X فإن مدى الدالة G هو Y أكبر من 2 لنقوم الآن من التحقق من الحل بيانيا من خلال مقارنة قيم Y في الدالة F وقيم Y المناظرة لها في الدالة G نلاحظ أنه تم إزاحة الدالة F للأعلى بمقدار وحدتين أي أن كل قيمة من قيم Y في الدالة G أكبر من قيم Y في الدالة F المناظرة لنفس قيم X بمقدار وحدتين ونلاحظ أن المقطع Y في الدالة F يساوي 1 لما أن الدالة G إزاحة رأسية للدالة F بمقدار وحدتين إلى الأعلى فإن المقطع Y للدالة G يصبح أكبر بوحدتين من المقطع Y للدالة F أي أن المقطع Y للدالة G يساوي 3 أيضا من خلال مقارنة خط التقارب للدالة F والدالة G نلاحظ أن خط التقارب للدالة F هو Y equal 0 وبالتالي فإن المدى يقع فوق خط التقارب إذن المدى Y أكبر من 0 وبما أن الدالة G ناتجة عن إزاحة الدالة F بمقدار وحدتين إلى الأعلى إذن خط التقارب أيضا يتم إزاحته للأعلى بمقدار وحدتين ومنها نستنتج أن خط التقارب للدالة G هو Y يساوي 2 وبما أن المدى يقع فوق خط التقارب فإن المدى للدالة G هو Y أكبر من 2 سنقوم الآن بالخطوة الثانية وهي المقارنة بين التمثيل البياني للدالة F وهي الدالة الرئيسية والدالة G الدالة باللون الأزرق هي الدالة F وتساوي 2 to the power X وتمثل الدالة الرئيسية والدالة G of X التي تمثل إزاحة للدالة F كيف يمكنك المقارنة بين المقطعين Y؟ المقطع Y هو قيمة Y عندما X equal 0 لاحظ للدالة الأسية F of X equals 2 to the power X فإن قيمة Y عندما X equal 0 هو 1 أي أن المقطع Y يساوي 1 بينما قيمة Y للدالة G عندما X equal 0 تساوي 0 فبالتالي المقطع Y يساوي 0 إذن المقطع Y للدالة G أقل من المقطع Y للدالة F بمقدار وحدة واحدة كيف يمكنك المقارنة بين قيم Y في الدالة F وقيم Y المناظرة لها في الدالة G؟ من خلال مقارنة قيم Y في الدالة F وقيم Y المناظرة لها في الدالة G نلاحظ أن الدالة G ناتج عن إزاحة الدالة F رأسيا إلى الأسفل بمقدار وحدة واحدة أي أن قيم Y في الدالة J أقل من قيم Y المناظرة لها في الدالة F بمقدار وحدة واحدة ما وجه المقارنة بين الدالتين من حيث خط التقارب والمدى؟ قلنا أن المدى قيم Y الأكبر من خط التقارب ما هو خط التقارب للدالة 2 to the power X؟ أحسنتم خط التقارب للدالة 2 to the power X هو Y equal zero إذن ما هو المدى؟ أحسنتم المدى هي قيم Y التي تقع فوق خط التقارب خط التقارب Y equal zero إذن المدى Y greater than zero ماذا عن الدالة الأسية J of X؟ بما أن الدالة F تم إزاحتها للأسفل بمقدار وحدة واحدة إذن أيضا خط التقارب للدالة F يتم إزاحته للأسفل بمقدار وحدة واحدة وبالتالي يصبح خط التقارب للدالة J هو negative 1 إذن خط التقارب للدالة J Y equals negative 1 ماذا عن مدى الدالة J؟ المدى للدالة J هي قيم Y التي تقع فوق خط التقارب Y equal negative 1 إذن المدى للدالة J هي Y greater than negative 1 بعد أن قمنا بمقارنة الدالة الرئيسية 2 to the power X والدالة J of X سنقوم الآن بمقارنة بين الدالة J والدالة J إذن التمثيل البياني للدالة J هو إزاحة رأسية للتمثيل البياني للدالة F للأعلى بمقدار وحدتين والتمثيل البياني للدالة J هو إزاحة رأسية للتمثيل البياني للدالة F بمقدار وحدة واحدة عند مقارنة الآن الدالة J بالدالة J التمثيل البياني للدالة J of X هو إزاحة رأسية للتمثيل البياني للدالة J of X للأعلى بمقدار 3 وحدة لاحظ معنا عزيز الطالب بأن الدالة J تم إزاحتها للأعلى بمقدار 1, 2, 3 أي 3 وحدات لنقارن الآن خطوط التقارب والمدى بين الدالة J والدالة J قلنا بأن خط التقارب للدالة 2 to the power X الدالة الرئيسية هو Y equal 0 تم إزاحته للأعلى بمقدار وحدتين ويوثل خط التقارب للدالة J of X Y equal 2 بينما خط التقارب للدالة 2 to the power X Y equal 0 تم إزاحته للأسفل بمقدار وحدة واحدة إذن خط التقارب للدالة J أعلى من خط التقارب للدالة J بمقدار 3 وحدات وبالتالي فإن قيم Y في الدالة J أكبر من قيم Y المناظرة لها في الدالة J بمقدار 3 وحدات أيضا عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك لنناقش معا الفرع A في الفرع A لدينا ثلاثة دوال الدالة الأولى وهي الدالة الرئيسية A of X equals 3 to the power X الدالة B هي إزاحة رئيسية للتمثيل البياني والمقطع Y للدالة B يساوي 0 بما أن الدالة الرئيسية A of X equals 3 to the power X فإن المقطع Y يساوي 1 بينما المقطع Y للدالة B يساوي 0 بمقارنة المقطع Y للدالة A والمقطع Y للدالة B فإن المقطع Y للدالة B أقل من المقطع Y للدالة A بمقدار وحدة واحدة أي أنه تم إزاحته رأسيا للأسفل بمقدار وحدة واحدة بالتالي فإن الدالة B of X equals 3 to the power X minus 1 والدالة الثالثة هي الدالة C of X 3 to the power X plus 1 لاحظ أنه تم إضافة مقدار ثابت ويساوي plus 1 إذن فإن الدالة A يتم إزاحتها للأعلى بمقدار وحدة واحدة وبالتالي المقطع Y أيضا سيتم إزاحته للأعلى بمقدار وحدة واحدة إذن المقطع Y يساوي 2 إذن قمنا بمقارنة الدالة B بدالة A وقمنا بمقارنة الدالة C بالدالة A المطلوب أن نقارن بين الدالة B والدالة C لاحظ أن المقطع Y للدالة B هو 0 والمقطع Y للدالة C هو 2 إذن المقطع Y للدالة C أكبر من المقطع Y للدالة B بمقدار وحدتين أي أنه تم إزاحة الدالة B إزاحة رأسية للأعلى بمقدار وحدتين عند مقارنة الدالة B والدالة C إذن التمثيل البياني للدالة C إزاحة للتمثيل البياني للدالة B بمقدار وحدتين إلى الأعلى عزيز الطالب أوقف الفيديو وتأكد بنحلك للفرع بي ينلخص معا ما تعلمناه عن إزاحات الدوال الأسية للدوال الأسية نوعان من الإزاحات الأسية الإزاحات الرأسية والإزاحات الأفقية للتعبير عن الإزاحة الرأسية فإن F of X equals A to the power X plus K أي أنه يتم إضافة مقدار ثابت للدالة الرئيسية بينما الإزاحات الأفقية F of X equals A to the power X minus H حيث أنه يتم طرح أو إضافة مقدار ثابت للمدخلة X والتي تمثل الباور لنأخذ مثالاً عددياً على ذلك F of X equals 0.5 to the power X تمثل الدالة الرئيسية G of X equals 0.5 to the power X plus 3 ذلك يعني أن هناك إزاحة رأسية للأعلى بمقدار ثلاث وحدات والدالة G of X equals 0.5 to the power X minus 3 ذلك يعني أن هناك إزاحة رأسية للأسفل بمقدار ثلاث وحدات بينما في الإزاحات الأفقية F of X equals 0.5 to the power X تمثل الدالة الرئيسية G of X 0.5 to the power X plus 3 تم إضافة مقدار ثابت إلى X ويساوي negative 3 تذكر أن القاعدة minus H بإضافة minus 3 تصبح plus أي أن قيمة H سالبة ذلك يعني أن هناك إزاحة أفقية لليسار بمقدار ثلاث وحدات G of X equals 0.5 to the power X minus 3 لاحظ أن هذا الماينس هو من القاعدة أي أن قيمة H هي 3 وبالتالي فإن قيمة H هنا موجبة أي أنه يتم إزاحة الدالة إزاحة أفقية لليمين بمقدار ثلاث وحدات كذلك بيانيا نلاحظ أن الدالة الرئيسية هي باللون الأحمر والدالة باللون الأزرق هي إزاحة للدالة الرئيسية بمقدار 1, 2, 3 بينما الدالة باللون الأخضر فهي إزاحة رأسية للأسفل بمقدار ثلاث وحدات وهنا يمثل الإزاحات الأفقية حيث أن الدالة الرئيسية هي باللون الأحمر والدالة باللون الأخضر هي إزاحة أفقية لليمين بمقدار ثلاث وحدات والدالة باللون الأزرق هي إزاحة أفقية لليسار بمقدار ثلاث وحدات عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال الأساس ثم تحقق من صحة حلك عزيز الطالب أوقف الفيديو وتأكد من حلك إلى هنا نصل أعزائنا الطلاب إلى نهاية هذا العرض شكرا لكم على الانتباه وحسن الاستماع وإلى اللقاء في درس جديد من دروس الرياضيات